اي صنع عمل فني صعب انه هو يقرر ايه هي الحاجات اللي قدمها و ايه هي الاضافة اللي عملها في عمله انا بعتقد انه انت بتعمل اللي انت حسه واللي انت شايفه طبقا لرؤيتك والمشاهد هو اللي بيقدر يقول والله في اضافة مفيش اضافة يعني ده حكم المشاهد مش كلامي خليد يوسف بعد عودة سبع سنين للسينما وانت راجع كنت في انبهك الهدف انك ترجع بفيلم مشوق ممتع للجمهور فيلم مختلف ولا فيلم يقدم رسائل معينة كعادة خليد يوسف لا انا ما بقدم فيلم بغض النظر عن ان ده الفيلم العودة بتاعي بعد سبع سنين ببقى حريص ان انا اقدم حكي مسلي فيه امتاع بصري فيه رؤى وفيه رسالة موجودة في قلب الفيلم يعني ده هي ده الخلطة بتاعت افلامي يعني ما اختلفتش حاجة وبالتالي فيلم العودة مش فيلم العودة اي فيلم هعمله دايما ببقى حاطت في نصب عيني الجمهور وان انا بحترم الساعتين اللي هو بيدهم لي من وقته فلا يبدي ان امتعه بصريا لابد ان انا اسليه وفي ذات الوقت يكون الفيلم بيحترم تفكير المشاهد بل يخلق جواه بعد ما يخرج حالة من التفكير والتأمل في الحالة اللي هو شافها في الفيلم بعتقد انه ان انا ببقى مستهدف ده فعلا ما بقولش ما بنكروش يعني وهو ده اللينا دايما بقدمه سواء بقى فيلم العودة او اي فيلم ان اقدمته قبل كثيرا